طلاب السادس العلمي الأحياء والتطبيقي مستمرين معاكم في سلسلة المحاضرات المتعلقة بالفصل الأول وصلنا إلى المحاضرة رقم 11 اللي هي راح نحل فيها بعض الأسئلة الوزارية المتعلقة بموضوع إيجاد قيم X و Y الحقيقية السؤال يقول جد قيم X و Y الحقيقية لكل مما يأتي أولا وثانيا وثالثا ورابعا هي مجرد أسئلة سهلة جدا كم وردت في الوزاري في السنوات 2000 و2000 دور ثاني و1996 و2010 دور أول أسئلة سهلة كم مرت علينا سابقا مثلا أولا عبارة عن حاصل ضرب قوسين فقط مبسطا السؤال الثاني أيضا عندنا فقط ضرب قوسين السؤال الثالث أيضا عندنا ضرب قوسين السؤال الرابع عندي X تدخل على القوس و Y تدخل على القوس وبعد ذلك نساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي إذن أسئلة سهلة كم وردت علينا سابقا ماكو داعي أن نضيع وقت فيها راح نجي على السؤال رقم 5 هذا السؤال ورد في الوزاري سنة 1999 السؤال سهل أيضا ولكن بما أنه في كسور ننقل السؤال ونحاول أنه نحل 200 على 4 زائد 3I يساوي 3X زائد 2YI الكل تربيع حتى نحل هذا السؤال أيضا اتفقنا على أنه دائما نضع الملاحظات أمامنا هذه هي الملاحظات المتعلقة بموضوع إيجاد قيم X و Y الحقيقية إذن نجي على السؤال قلنا من اليسار إلى اليمين الطرف الأيسر نلاحظ أنه عبارة عن كسر اتفقنا على أنه كل ما يكون عندي كسر نتخلص منه وذلك بالضرب والقسمة على مرافق المقاب هاي شوكت هاي في حالة أنه ما يكون عدنا شيء قابل للتحليل في البسط أو المقام عدنا شيء قابل للتحليل ما يكون شيء قابل للتحليل لذلك راح نضرب ونقسم على مرافق المقام فيصير عندي 200 على 4 زائد 3I فيه مرافق المقام هو 4 ناقص 3I إذن نضرب ونقسم على 4 ناقص 3I يساوي الطرف الأيمن عبارة عن قوس مرفوع للأس 2 تابع للملاحظة رقم 2 القوس المرفوع للأس نفتحه بما أنه مرفوع للأس 2 إذن راح نفتحه مربع حدانية مربع الأول الثلاثة والأكس من ربعه متصير 9X تربيع إشارة الوسط زائد 2 في الأول في الثاني 2 فيه 3X 6X فيه 2YI تصير 12 XYI زائد مربع الحد الثاني يعني أربع الاثنين وأربع الY وأربع الI فتصير أربع Y تربيع I تربيع والI تربيع تحذف وتقلب إشارة القبلة فتصير ناقص أربع Y تربيع الآن نجي نبسط الطرف الأيسر البسط في البسط والمقام في المقام أربع زائد ثلاثة I في أربع ناقص ثلاثة I عبارة عن عددان مركبان مترافقان إذن ناتج ضربهما هو مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي زين شو الحقيقي؟ أربع مربع ستعاش زائد التخيلي ثلاثة مربع تسعة فيصير عندي ستعاش زائد تسعة خمسة وعشرين هذا هو ناتج ضرب المقامات نجي على البسط نجي على حاصل ضرب البسط في البسط ميتين في أربع ناقص ثلاثة I أكيد راح تقولولي توزيع ما صح؟ بس راح أبقي الميتين خارج القوس مجرد أنه أجعله ميتين مضروبة في أربع ناقص ثلاثة I ما راح أدخلها على القوس السبب ليش؟ لو دخلتوا الميتين على القوس راح تتعقد جدا الأرقام لأنه راح تصير كبير هو أصلاً الميتين كبير ينضرب بالأربعة راح يصير عدد كبير وينضرب بالثلاثة أيضاً راح يصير عدد كبير وراح تعمل مع عداد كبيرة معقدة لذلك ممكن أنه ناخذ ملاحظة كل ما تجينا هاي الحالة عدد كبير مضروب في قوس ننتظر ما ندخل على القوس لأنه احتمال كبير أن يكون أكو اختصار حتى يقل هذا الرقم دائماً بالوزاري كل ما يجيب رقم كبير لا تستعجلون ودخلوا على القوس لأنه راح يصغر هذا الرقم كيف يصغر هذا الرقم؟ عن طريق الاختصار طبعاً هذه مو دائماً ولكن في الغالب لذلك أنا أنتظر ما أدخل على القوس لأنه شنو ظهر عندي هساً بالمقام ظهر عندي 25 مع الميتين ما نستطيع أن نختصره على 25 واحد ميتين على 25 ثمانية تساوي 9x تربيع تنزل زائد 12 xyi ناقص 4y تربيع تنزل الآن هاي الثمانية أقدر أن أدخل على القوس بسهولة ثمانية في أربعة 32 ناقص ثمانية في ثلاثة i 24i تساوي 9x تربيع زائد 12 xyi ناقص 4y تربيع الآن ضل عندنا كسر؟ لا ضل عندنا قوس مرفوع إلى أس؟ لا ضل عندنا حاصل ضرب أقواص؟ لا إذن نساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي شون الحقيقي اللي بالطرف الأيسر 32؟ واللي بالطرف الأيمن 9x تربيع وسالب 4y تربيع إذن راح يصير عندنا 32 تساوي 9x تربيع ناقص 4y تربيع هذه المعادلة نسميها المعادلة رقم واحد الآن نساوي الأجزاء التخيلي الأجزاء التخيلي اللي بالطرف الأيسر هي فقط سالب 24 والجزء التخيلي اللي بالطرف الأيمن هو موجة بـ 12xy إذن نساويهم سالب 24 هو الجزء التخيلي اللي بالطرف الأيسر وأنبه أيضا على أنه آخذ من دون الآي الجزء التخيلي هو فقط العدد اللي مضروب بالآي مع إشارته يعني سالب 24 يساوي الجزء التخيلي اللي بالطرف الأيمن هو 12xy إذن هذه نسميها المعادلة رقم اثنين فصار عندي معادلتين أريد أن أحل هذه المعادلتين راح نحله بالتحويض نجعل معادلة رقم اثنين نقدر أنه نعدل عليها ممكن أن نقسمها على 12 سالب 24 على 12 سالب اثنين تساوي 12xy على 12 راح يقالنا فقط xy الآن من هذه المعادلة أقدر أن أجعل أحد المتغيرين بدلالة الآخر راح نجعل y بدلالة x فتصير y تساوي سالب 2 على x سالب 2 على x الآن هذه المعادلة استنتجناها من المعادلة رقم اثنين إذن وين لازم نعوضها؟ لازم نعوضها في المعادلة رقم واحد نجعل معادلة رقم واحد 32 تنزل تساوي 9x تربيع تنزل ناقص 4y تربيع نرفع ال y شنو نضع بمكانه؟ سالب 2 على x وما ننسى التربيع ينزل إذن هذا يؤدي إلى أنه 32 تساوي 9x تربيع تنزل ناقص سالب 2 تربيع 4 على x نربعها فتصير x تربيع هذه الأربعة تنضرب بالأربعة فتصير 16 على x تربيع الآن هذه المعادلة حتى أحلة لازم أتخلص من هذا المقام كيف أتخلص من هذا المقام؟ لازم نضرب بx تربيع نضرب المعادلة كلها بx تربيع 32 تنضرب بالx تربيع تصير 32x تربيع تساوي 9x تربيع تنضرب بالx تربيع تصير 9x للأس أربعة ناقص 16 على x تربيع تنضرب بالx تربيع ستختصر الأس تربيع تبقى أنه فقط 16 الآن هذه المعادلة حتى أحلها أحتاج أن أصفرها 9x للأس أربعة تبقى في مكانها ننقل 32x تربيع نجيبها يمها هي إشارتها موجبة تصير ناقص 32x تربيع وإحنا أشعدنا بعد عدنا سالب 16 أيضا لازم تنزل وتساوي صفر الآن هذه المعادلة كيف نحلها بالتجربة إذن راح نفتح قوسين ويساوي صفر التسعة x للأس أربعة منين جتنا من تسعة x تربيع في x تربيع أوكي ال 16 منين جتنا جتنا من أربعة في أربعة نجيب على الإشارات موجب في السالب سالب المفروض أنه نضع سالب بالقوس الأول وسالب في السالب موجب المفروض أنه نضع موجب في القوس الثاني إذن المفروض أنه هذه الإشارة سالب وهذه الإشارة موجب لكن هذه مدائما صحيحة لو وضعنا في القوس الأول سالب وفي القوس الثاني موجب راح تطلع التجربة غلط بمعنى أنه ممكن أن أغير فقط بالإشارات راح أضع الموجب في القوس الأول والسالب في القوس الثاني حتى تكون عندنا التجربة صحيحة التجربة هاي نتركها عليها كم يعني مجرد أنه لأننا أخذناها بالمتوسطة سهلة جدا الآن أصبح عندي حاصل ضرب قوسين يساوي 0 إذن إما القوس الأول اللي هو 9x تربية زائد 4 يساوي 0 وهذا يؤدي إلى أن 9x تربية 20 تساوي سالب 4 إذن هذا يؤدي إلى أن x تربية 20 تساوي سالب 4 على 9 الآن أنا ما أريد x تربية أريد x بيأخذ الجذر التربية للطرفين الx تربية من تحت الجذر التربية تطلع x تساوي سالب 4 على 9 تصير الجذر التربية للسالب 4 على 9 بما أنه صار عندي سالب تحت جذر تربيعي إذن راح تطلع عندنا قيمة تخيلية بينما إحنا شغلنا في السؤال أشقال؟ قال جيد قيم x و y الحقيقية إذن أنا ما أريد قيمة x التخيلية أريد قيمة x الحقيقية إذن هسا بما أنه سالب تحت الجذر التربيعي راح تكون القيمة التخيلية لذلك هذه القيمة تهمل إذن هاي الحالة الأولى كلها تهمل أو القوس الثاني اللي هو x تربية ناقص 4 يساوي 0 هذا يؤدي إلى أن x تربية شنو تساوي؟ 4 وهذا يؤدي إلى أنه بأخذ الجذر التربيعي للطرفين تصير عندي x تساوي موجب سالب 2 إذن ظهرت عندنا قيمتين لx الآن عندما x تساوي سالب 2 وعندما x تساوي موجب 2 وين نعوضهم؟ نعوضهم في المعادلة هذه لإيجاد قيم y فيصير عندي y تساوي سالب 2 على x يعني سالب 2 على قيمة x هي سالب 2 سالب 2 مع السالب 2 تختصر يظهر عندنا y تساوي موجب 1 وعندما x تساوي موجب 2 وأيضاً وين نعوضهم؟ في هذه المعادلة فيصير عندنا y تساوي سالب 2 على موجب 2 لأن قيمة x في الحالة الثانية هي موجب 2 الاثنين مع الاثنين تختصر يبقى أن y تساوي سالب 1 إذن عندما x تساوي سالب 2 شنو قيمة y؟ موجب 1 وعندما x تساوي موجب 2 فإن قيمة y هي سالب 1 إذن هذه هي قيم x و y الحقيقية المطلوبة في هذا السؤال إذن في هذا السؤال فقط ننتبه على ملاحظة مهمة جداً واللي هي أنه هاي الميتين ما وزعناها على العدد المركب وإنما بقيناها لأنه راح يصير عندي اختصار فيصغر الرقم راح يصير 8 بعد ذلك أدخله على القوس إذن هاي الملاحظة نحتفظ بيها لأنه راح تفيدنا في الأسئلة القادمة الآن وصلنا السؤال السادس أيضاً سهل وراح يبقى واجب عليكم فقط عندي حاصل ضرب قوسين بعد ما نضرب القوسين نساوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي إذن يبقى واجب عليكم نجي على سابعاً السؤال مهم جداً جاب الوزاري سنة 1998 إذن ننقل السؤال ونحاول أنه نحل السؤال هو 2 زائد XI مضروبة في سالب X زائد I تساوي جرخط كسر بالمقام عندنا 3Y زائد 7I وفي البسط 9Y تربيع زائد 49 إذن نجعل الملاحظات مال الملاحظات هي شنو طبعاً نجعل السؤال من اليسار إلى اليمين في الطرف الأيسر عندي حاصل ضرب قوسين إذن نستخدم خاصية التوزيع موجب 2 في سالب X سالب 2X موجب 2 في موجب I موجب 2I وموجب XI في سالب X أو الشي نضرب الإشارات موجب في السالب سالب X في X X تربيع والI تنزل موجب XI في موجب I موجب XI تربيع والI تربيع تحذف وتقلب إشارة القبلة فتصير عندي سالب X تساوي الآن الطرف الأيسر انتهينا منه نجي على الطرف الأيمن شنو عندي بالطرف الأيمن؟ كسر بالكسر طلاب بالكسر عندي حالتين الحالة الأولى إذا ما كان عدنا شيء قابل للتحليل فنضرب ونقسم على مرافق المقام أما الحالة الثانية إذا كان عدنا شيء قابل للتحليل عدنا شيء قابل للتحليل في الباست أو المقام فنحلل ثم نختصر إن وجد الاختصار نلاحظ أنه الباست المقام ما قابل للتحليل إذن ينزل ثلاثة Y زائد سبعة I الباست 9Y تربيع زائد 49 هي عبارة عن مجموع مربعين إذن نقدر أن نحللها باستخدام مجموع المربعين كيف نحلل باستخدام مجموع المربعين؟ نضرب الحد الثاني بسالب I تربيع فيصير عندي 9Y تربيع موجب 49 تنضرب بسالب I تربيع تصير سالب 49Y تربيع الآن الطرف الأيسر ينزل سالب 2X زائد 2I ناقص X تربيع I ناقص X تساوي طرف الأيمن ينزل المقام هو ثلاثة Y زائد سبعة I الباست صار عبارة عن فرق بين مربعين إذن نحلل باستخدام الفرق في القوس الأول نضع جذر الأول جذر التسعة ثلاثة وجذر الY تربيع Y إذن ثلاثة Y إشارة الوسط ناقص جذر الثاني 49 جذر سبعة والI تربيع جذر I في القوس الثاني نضع نفس القوس الأول بعكس الإشارة فيصير عندي ثلاثة Y زائد سبعة I إحنا ليش حللنا حتى يتوفر عندنا اختصار الآن هذا مع هذا يختصر أشي يبقى عندي يبقى عندي سالب 2X زائد 2I ناقص X تربيع I ناقص X تساوي أشي عدنا بالطرف الأيمن ثلاثة Y ناقص سبعة I الآن اتخلصنا من الأقواس اتخلصنا من الكسور ما ظل عندنا أي شيء إذن ننتقل إلى الخطوة الثانية واللي هي ثم نساوي الأجزاء الحقيقية والتخيلية ببعض شنو الأجزاء الحقيقية اللي بالطرف الأيمن سالب 2X وسالب X والأجزاء الحقيقية اللي بالطرف الأيمن هي فقط موجب ثلاثة Y إذن نجي نساويها سالب 2X وناقص X تساوي ثلاثة Y هذه ممكن أنه انبسطها سالب 2X ناقص X هي سالب 3X شنو تساوي ثلاثة Y زي ما نقدر نقسمها على ثلاثة أيضا نقدر راح أقسم المعادلة على ثلاثة فيصير عندنا سالب 3X على ثلاثة هي سالب X تساوي ثلاثة Y على ثلاثة Y إذن هذه المعادلة رقم واحد الآن نجي نساوي الأجزاء التخيلية شعرنا أجزاء التخيلية بالطرف الأيسر موجب 2 وسالب X تربيع والأجزاء التخيلية بالطرف الأيمن هي سالب 7 فقط إذن نجي نساويهم موجب 2 تنزل وسالب X تربيع تنزل شنو تساوي تساوي سالب 7 الآن هذه نحتاج أن نحلها فيصير عندي السالب X تربيع راح أنقله على هذا الطرف وتصير موجب X تربيع تساوي وأنقل السالب 7 أجيب 2 من الاثنين فيصير عندي 2 زائد 7 إذن هذا يؤدي إلى أن X تربيع تساوي 7 زائد 2 9 أنا ماريد X تربيع أريد X إذن X شنو تساوي بأخذ الجذر التربيع إلى الطرفين نحصل على موجب سالب 3 هذه هي قيم X وين نعوض نعوض في هذه المعادلة لإيجاد قيم Y إذن عندي حالتين للX إما X تساوي سالب 3 أو X تساوي موجب 3 عندما X تساوي سالب 3 وين نعوض نعوض في هذه المعادلة فيصير عندي Y تساوي أرفع الـ X سالب تنزل أرفع الـ X شنو أضع بمكانه قيمتها اللي هي سالب 3 إذن هذا يؤدي إلى أن Y تساوي سالب في سالب 3 موجب 3 الآن عندما X تساوي موجب 3 أيضا وين نعوضه في هذه المعادلة فيصير عندي Y تساوي سالب نرفع الـ X شنو أضع بمكانه قيمتها اللي هي 3 إذن Y تساوي سالب 3 إذن عندما X تساوي سالب 3 فإن Y تساوي موجب 3 وعندما X تساوي موجب 3 فإن Y تساوي سالب 3 هذه هي قيم X و Y الحقيقية المطلوبة في هذا السؤال إذن نكرر بأنه هذا سؤال يزاري سنة 1998 ودائما نعيد ونكرر وننبهكم على أنه كل ما يجينا كسر فيه البسط أو المقام شيء قابل للتحليل نحلل ولا نضرب بمرافق المقام يعني ما نضرب ونقسم على مرافق المقام ننتقل إلى السؤال الثامن خلينا نقل السؤال حتى نحاول أن نحله X زائد 2I مضروبة في X ناقص I تساوي جرخط كسر بالمقام 12 زائد 3YI وفي البسط 121 زائد 9Y تربيع إذن أيضاً نأخذ السؤال من اليسار إلى اليمين نلاحظ بأنه في الطرف الأيسر عندي حاصل ضرب أقواص الملاحظة الأولى أشي تقول إذا وجد أقواص نستخدم التوزيع نوزع X في X X تربيع موجب X في سالب I سالب XI موجب 2I في X موجب 2XI موجب 2I في سالب I موجب في السالب سالب و2I في I 2I تربيع إذن سالب 2I تربيع تصير موجب 2 لأنه I تربيع تحذف وتقلب إشارة القبلة تساوي أنترخط كسر بما أنه عندنا كسر فإذن عندي حالتين الحالة الأولى إذا ما كان عندنا شيء قابل للتحليل والحالة الثانية إذا كان عندنا شيء قابل للتحليل عندنا شيء قابل للتحليل نعم في البسط عندي عبارة عن مجموع مربعين زين كيف أحل المجموع المربعين نضرب الحد الثاني بسالب I تربيع فيصير عندي 121 ينزل تنزل زايد 9Y I تربيع تنضرب بسالب I تربيع أضرب بسالب I تربيع موجب في السالب سالب وتسعة Y تربيع في I تربيع تصير تسعة Y تربيع I تربيع تنزل على المقام شنو يداعش زايد ثلاثة Y I الآن الطرف الأيسر ينزل مثل ما هو X تربيع ناقص X I زايد 2 X I زايد 2 يساوي المقام ينزل يداعش زايد ثلاثة Y I الباست أصبح عبارة عن فرق بين مربعين إذن نحلل باستخدام الفرق جدر الأول المية وواحد وعشرين شنو جدر يداعش إشارة الوسط ناقص جدر الثاني أجدر التسعة وأجدر الY تربيع وأجدر الI تربيع التسعة جدر ثلاثة والY تربيع جدر Y والI تربيع جدر I في القوس الثاني هو نفس القوس الأول بعكس الإشارة فيصير عندي داعش زايد ثلاثة Y I إحنا ليش حللنا حتى يصير عندنا اختصار فيختصر هذا مع هذا إذن راح يبقى لنا X تربيع ناقص X I زايد 2 X I زايد 2 تساوي أش ضل عندنا بالطرف الأيمن فقط إذا عش ناقص ثلاثة Y I الآن ما ضل عندنا لا كسور ولا ضل عندنا أقواص ولا ضل عندي قوس مرفوع إلى أس إذن ننتقل إلى الخطوة الثانية التي هي ثم نساوي الأجزاء الحقيقية والتخيلية ببعضها شنو الأجزاء الحقيقية بالطرف الأيسار الأجزاء الحقيقية هي X تربيع وموجة بثنين وبالطرف الأيمان الجزء الحقيقي هو فقط إذا عش فيصير عندي X تربيع زايد 2 تساوي شنو إذا عش هذا يؤدي إلى أنه X تربيع تساوي إذا عش وأنقل 2 على هذا الطرف تصير ناقص 2 إذن X تربيع تساوي إذا عش ناقص 2 9 إذن أنا ما أريد X تربيع أريد X بأخذ الجذر التربيع للطرفين فتصير X تساوي موجب سالب 3 إذن هذه هي قيم X الآن نساوي الأجزاء التخيلية سالب X و موجب 2 X وفي الطرف الأيمن سالب 3 Y نساويهم سالب X أكرر بأنه ما ناخذ I فقط ناخذ الشيء المضروب بالI هو إشارته اللي هو سالب X بعد موجب 2 X يساوي الجزء التخيل اللي بالطرف الأيمن هو سالب 3 Y إذن هذا يؤدي إلى أنه سالب X موجب 2 X هي موجب X تساوي سالب 3 Y من هذه المعادلة أقدر أن أحصل على Y تساوي X على سالب 3 X على سالب 3 Z الآن هذه قيم X وين نجد عوض عوض في هذه المعادلة لإيجاد قيم Y إذن عندي حال 10 الحالة الأولى عندما X تساوي سالب 3 إذن هذا يؤدي إلى أن Y تساوي موجب 1 وعندما X تساوي موجب 3 وين نعوض في هذه المعادلة فيصير عندي Y تساوي X على سالب 3 شنو قيمة X موجب 3 الثلاثة مع الثلاثة تروح يبقى Y تساوي 1 على سالب 1 يعني سالب 1 إذن الآن عندما X تساوي سالب 3 فإن تساوي موجب 1 وعندما X تساوي موجب 3 فإن Y تساوي سالب 1 هذه قيم X وY المطلوبة في هذا السؤال إذن بهذا السؤال ننهي محاضرتنا لهذا اليوم المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتكلم فيها عن ملاحظة مهمة جدا جدا تخص موضوع إيجاد قيم X وY الحقيقية موسيقى موسيقى